وصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقد جلسات النقاش حول الحوار الوطني بمكتبة مصر العامة بمحافظة الإسماعيلية وذلك بحضور نواب مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب هذا وأكد النائب أكمل نجاتي أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حريصة دائما على التواجد على الأرض وسط أبناء الشعب المصرية والاستماع لمطالبهم وأرائهم المختلفة الحقيقة النهاردة عندنا يوم غني دي أولى الحلقات النقاشية اللي بيدرها ممثلي مجلس الشيوخ من ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب وأيضا هم ممثلون للحوار الوطني حقيقة هيتكلموا معنا على كافة محاور الحوار الوطني بالمحور السياسي والمحور الاجتماعي والمحور الاقتصادي المختلف النهاردة أننا جايبين بالإضافة إلى كوادر محافظة الإسماعيلية نحن عندنا نهاردة في صدارة المشهد لجنة شباب الباحثين والحقيقة وجود لجنة شباب الباحثين ده بيكون استعداد لمؤتمر كبير بنجهزه وهو آفاق البحث العلمي والجمهورية الجديدة ننطقي شباب قادر على التعبير عن رؤية وهوية الشباب عشان كمان التنسية في إطار حوارها ده بتسعى إلى إعادة تكاتف اللحمة الوطنية لأن احنا في أوقات صعبة ولأن بطبيعة الحالة الدولة بترحس عن الشباب كمحدد أساسي محدد التنمية وده يعني من الأمور الإيجابية لسيما التنسية بتحمل شباب قوي لديهم فكر ولديهم تعبير لديهم تعبير كمان في مجال الشيوخ والنواب بشكل جاي نحن موجودين في مكتبة مصر العامة بمحافظة الإسماعيلية علشان نستكمل سلساء من حوارات المجتمعية اللي بدايتها تنسك الشاب الأحزاب والسياسيين فترة الأخيرة في كل ربوع مصر تقريبا بنتحرك في الجماعات وبنتحرك على الأرض في القرى بنتحرك كمان في المؤسسات والنقابات والأحزاب إن شاء الله تبقى خلال فترة جاي كمان لها الزيارات بنتكلم على أقيمة الحوارة المجتمعية وزي نقدر أن احنا من خلال حوارنا مع أهلين نشوف احتياجاتهم وكمان ننقل نبضهم ونكون حلقة الواصل بين المواطنين وبين القيادة السياسية طبعا ورشة النهاردة إن شاء الله حنتناول فيها مع أطراف النقاش مع السادة الحضور من أساس الجماعات أو مهتمين بالعملية السياسية أو العمل العام بشكل عام في محافظة اسماعيلية ثلاث محاور مختلفة من محاور الحوار الوطني والمحاور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بحيث يعني تبقى متوفرة ومتاحة جميع الأفكار اللي بتدور في بالناس والأفكار المطروحة على أجندة الحوار الوطني حتى يتمكن الجميع من الإدلاق برأيه ومن المشاركة حتى وإن كان غير قادر على المشاركة بشكل وباشر في جلسات الحوار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر